احنا هنروح بقى على كشف أسري بقى مهمة اظن حضراتكم سمعتوا على موضوع الكشف الأسري الجديد يمكن النهاردة اتكلمنا عنه يعني اقول لقيت كل الموقع عادة بتتكلم عنه وده كان شيء بالنسبة لي رائع جدا كشف أسري جديد لمجموعة من المقابر خد بالك بقى فتل أثار الدير في مدينة دوميات الجديدة كل حتة في البلد دي بتنطق تاريخ سبحان الله العظيم كل حتة في البلد دي هتلاقي فيها أثار ده بالمناسبة جانب من ما تم كشفه أو تم اكتشافه إذا صح الكلام يعني النهاردة في دوميات الجديدة دي بقى بتعود الانية عصر بقى الانية عصر والحالات الجميلة لازم هنا بقى نسأل دكتور قطب فوزي قطب رئيس الإدارة المركزية بالأثار الوجه البحري والسينة والسحل الشمالي أهلا بك يا دكتور مبروك يا دكتور الله يبارك في حضرتك شكرا على المؤدمة الجميلة دي لا إزايا يا فندم ده لا بص يا فندم اللي عاملينه في قطاع الأثار في الوزارة الحقيقة الدنيا كلها بتتكلم عنه أنا بتكلم بأمانة والله وإحنا كمواطنين عاديين أنا فضلي شهرين ويبقى عندي 48 يا دكتور يعني على الأقل مثلا أقول إيه يجي 44 سنة بل 40 سنة من حياتي لما بنكتشف حاجة بنلاقي إن الأجانب هم اللي بيكتشفوها البعثات الأجنبية لكن بقالي دلوقتي كذا سنة عمال بشوف إنه بعثتنا المصرية الخالصة هي اللي بتشتغل وهي اللي بتنقب وهي اللي بتطلع الحاجة وبكسافة وده شيء ملحوظ ومهم الحقيقة إنه حضرتك أصبت في الحتة دي والفضل يرجع للأستاذ دكتور مصطفى وزيري الأمين العاملين معجل السعر العصال لأنه دايما دلوقتي مركز معنا جدا مع البعثات المصرية وبيوليها من متابعات بدايما مادة إيد العون للأسري إنه هو اللي اشتغل والمرمب المصري هو اللي اشتغل البعثات بعثات مصرية خالصة ابتداء من رفع الموقع وحتى التصوير والتوصيق في داخل الموقع ودي حاجة جميلة بصراحة ويعني بعض البعثات تفوقت على البعثات الأجنبية الحقيقة والله تتفوق نص يعني أنا فاكر مرة كنت بكلم مع دكتور مصطفى وزيري عن بنتي عاوزة تدرس علم المصريات فبقوله وتشوف يعني أنهي بلد الواحد ممكن يبعد فيها البنت وأنا رأيي أنها تروح فرنسا يا دكتور باعتباره ماما اللي اختروا على العلم ده فدحك بطريقته المعروفة قال لي ليه هو في حاجة اسمها فرانكولوجي ده اسمه إيجيبتولوجي هتخش أثار هنا قلت له خلاص أمين ختمنا اعتمدنا بيجو الأجانب يعني يدرسوا عندنا الشغل بتاعنا بيجو الأجانب يدرسوا علم المصريات طبعا ما هو يعني هيدرس ما هو لازم هيجي من هناك على هنا علشان يكمل دراسة سواء إذا كانوا جايين من فرنسا سواء إذا جايين من جامعة شيكاجو باعتبارها واحدة من الجامعات المهمة في هذا العلم هرجع بقى على الكشف الجديد ده الكشف ده الجديد من أي عصر وأهميته يعني تصل إلى أي مدى الحقيقة إنه الكشف ده كشف مميز مش هنقول إنه هو فريد لكن هو مميز من حيث إنه الكشف ده هو عبارة عن مقابر من الطوب اللبن ومقابر أخرى معمولة بالحفر البسيط لكن ده بيرجع تحديدا الملامح الأساسية والسماة الفنية بتاحته التخطيط المعماري والأواني الفخارية اللي طلعت بتقول إنه دي سمات بترجع للعصر بتاع الأسرة 26 العصر الصوي والأميز أكتر إنه في تتابع عندنا في الطبقات إحنا من الأقدم للأحدث بنبدأ من أسرة 26 والعصر اليوناني العصر البطلاني والعصر اليوناني والعصر الروماني وانتهاء بالعصر البيزنطي فتتابع رائع في الموقع وموقع سري جدا وأهميته هتعيد تاريخ المنطقة تاني تعيد تاريخ منطقة محافظة دوميات الجديدة أو محافظة دوميات هو كده بقينا عندنا إتاحة لفرصة كبيرة جدا للدارسين بأنهم يعملوا دراسات مقارنة للحقبة التاريخية نفسها اللي موجودة دي تداء من عصر الأسرة 26 وانتهاء بالعصر البزنطي منه العزب جدا وفتح المجال العلمي لدراسة الموجودة حاليا ووجود المكتشفات الحاجات المزهبة التمائم المزهبة اللي موجودة على بقايا الهياكل أو بقايا الدفانات الحقيقة رقائق ذهبية هتدينا دراسة تانية خالص نبدأ نشتغل فيها عن الحالة الاقتصادية للمتوفي اللي كان موجود حاجة جميلة قوي لأنه أنا ألاقي معدن نفيس من الدهب لتمائم لإزيس وبطت وعين حرص وحرص على هيئة السقر التمائم اللي هم كانوا بيستخدموها كحماية وتبريك للجسد اللي موجود والحقيقة أنه كمان موجود معنا عديد من التمائم الجنائزية المختلفة في الأشكال والأحجام والأحجار المختلفة زي الجعالين وعمود الحدوم ومثند الرأس ورشتين أمون والعديد من المعبودات زي إزيس وجحوتي ونفتيس وتمثيل لأبناء حرص الأربعة حقيقة كشف رائع ومتميز وسري لأي دارس حيجي يدرس الحضارة والأثار ويدرس الجانب الاجتماعي للمكتشفات للهياك العظام اللي هندرسها وندرس الجانب الصحي هندرس فيها الجانب الاجتماعي من حيث الحالة الاقتصادية اللي كانت موجودة في العصر ده صراء جميل قوي في الناحية العلمية استكمال الدراسات الأديمة لأنه الحقيقة أنه الموقع ده شغال من 2007 وتوقف بعض الوقت وإحنا بنفتكم الاكتشاف فيه فالتالي الدير سري جدا باكتشافاته وما زلنا ويمكن الفترة اللي جاية كمان هيبقى فيه استكمال الاكتشافات دي وإن شاء الله ربنا هيكلم جهودنا بنجاح بإذن الله ودعواتك ودعم حضراتك يا رب أن الحاجة دي صلاحة بتفرحني كده أولا تشعرني بالفخر دايما وأنا من الراجل أنا راجل من الناس يعني اللي عندهم فخر شديد شديد بل عميق متأصل بالحضارة بتاعتنا فالمزيد بقى من الكشوفات وبالذات في منطقة السحل إحنا عايزين نسحب السياحة من اليونان نحطها عندنا بقى شوية بالحيطة بتاعت السحل الشمالي دي أظنها مليانة مليانة حاجات بقى للعصر البطلامي أستاذ يوسف إنه السحل الشمالي إحنا إسكندرية والسحل الشمالي نهاردة عندنا يعني مش عايف أقول إنه ضغط عمل للتطوير والإنجاز الحقيقة الدكتور مصطفى لا يقلو جهدا أنا عارف إنه مدنا في يعني أكيد واصل حضرتك الكلام ده هو حياته كلها القصار والتطوير إحنا بنشتغل في جانب التطوير لا صحيح لا صحيح بحد الشيء ينكر ده صحيح والله أشكرك جدا دكتور الحقيقة يعني أنا من الناس اللي بتبقى سعيدة جدا بالجهد بتاع قطاع الأثار في الوزارة ووزارة السياحة والأثار حقيقي حقيقي جهد مش بس يفرح جهد يشرف أولا أشكرك دكتور قطب فوزي رئيس الإدارة المركزية لأثار الواجهة البحر وسيناء والسفحة للشمال جهد يشرف علشان بجد الأثاريين المصريين مش هقولك بقى لا يقلوا عن الأثاريين الأوروبيين والأمريكان حقيقي الأثاريين المصريين أعلى وأكبر وأكثر خد بالك بقى وأكثر حنكة وخبرة وما بين قصين ثقيلين حبا وأمانة دي حضارة بلده موسيقى